بالتأكيد التقييم المصري مر بمراحل متعددة لكن السابت في التقييم هو اعتبار القضية الفلسطينية قضية مصرية وليست مجرد قضية عربية أو قضية قومية وبالتالي الاهتمام المصري بهذه القضية قضية جوهرية بتمثل جزء ركين وأساسي في تواجهات السياسة الخارجية المصرية على مر العصور من عبد الناصر إلى السادات ومن السادات إلى المبارك من مبارك إلى السيسي هي أحد سوابت السياسة الخارجية المصرية وعتقد أنه بصرف النظر عن مراحل التباين في الرؤى والاتجاهات حتى بعد كامب ديفيد إنما الأمر مرتبط به أن هذه التوجهات راسخة للدولة المصرية بصرف النظر عن من يحكم مصر هناك سوابت معطيات حكمة الموقف المصري طوال المراحل السابقة في التعامل مع القضية الفلسطينية واعتبرها قضية مصرية بالأساس وهذا الأمر جاء نتيجة الارتباطات متعددة جزء منها مرتبط بالتاريخ المشترك الجزء الخاص بالسوابت المصرية في مصر عرفنا هذا الخطاب الجديد للمصري الذي صاحب أيضا كامب ديفيد حول أننا مع قضية فلسطين لكن هناك مصالح مصر كيف كانت تمت المناورة بين المفهومين أعتقد أن المحيط الإقليمي والدولي بالإضافة إلى بعض التوجهات السياسة الخارجية لبعض الدول العربية أدى إلى هذا التباين في المواقف المختلفة وربما التعامل مع القضية الفلسطينية بالعديد من الخيارات أنا أظن أن الأمر يحتاج إلى تقييم شامل التقييم الشامل يرتبط به السوابت في التعامل مع القضية الفلسطينية من أغلب النظم العربية يعني قولا واحدا هناك أنظمة عربية على مر السنوات الماضية حاولت أن يعني توظف القضية الفلسطينية لإعتبارات سياسية بل بالعكس هناك أيضا تجاوزات في بناء شرعيات منقوصة وتسويات منقوصة والتدخل في القضية الفلسطينية بصورة أدرت بالقضية الفلسطينية على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي أظن أن الأنظمة العربية التي وظفت القضية الفلسطينية لحسابتها كان بطبيعة الحال لها تدعيات سلبية وأنا في تقديري الأمر يحتاج إلى مراجعة للزاد بمعنى أن الدول العربية التي قامت بهذا سواء كان في مرحلة السبعينات قبل وبعد معهد السلام بين مصر وإسرائيل وحتى منتصف التسعينات مع توقيع اتفاقية السلام أخرى في ودي عربة بين الأردن وبين إسرائيل أدى إلى يعني العديد من التجاذبات المرحلة الرهنة مرتبطة أيضا بما يشاه حول فكرة السلام الاقتصادي وإعطاء شيك على بياض للجانب الإسرائيلي مما سيمثل بطبيعة الحال يعني تحديات ومهددات جديدة للقضية الفلسطينية جزء منها ما هو جاري فيما يعرف بالخطة الأمريكية لعملية السلام والتسوية في مصر حاليا دكتور طارق عربي واحد لكن هذا المطرف العربي أحد يحمل مواقف عربية أخرى